ما حققناه في كربلاء هو إنجاز بحد ذاته لأنه أثبت الشارع الكربلائي والشارع الجنوبي والشارع العربي بأنه لا خلاف بين كرديين وعربيين إنما الخلافات التي زرعت في نفوس وعقول بعض الجمهور هو من بعض المرضى واللي يعانون عقد النفسية سوء كانت في أحزابنا الجنوبية أو في بعض الأحزاب الكرديين لكن ما شاهدناه وما عملنا عليه في كربلاء وكلكم شاهدتوا نسبة توافد الجمهور على مكاتب الديمقراطي الكردستاني في كربلاء ولدينا كان أربع مقرات عامة أربع مقرات ما فرغت من الجمهور هذا دلال على أنه ماكو مشكلة بيننا كشعب واحد ولكن المشكلة زرعوها في عقورنا من أجل مصالح بصراحة انتخابية سياسية لذلك بعض الأخوة يزيدون والأخوات يزيدون في فترة الانتخابات النفس الطائفي والنفس العنصري بالنتيجة الديمقراطي أثبت أنه حجب عراقي عدنا كان مرشح في الكوت والأنبار وكربلاء وبغداد وكرتوك والموصل وصلاح الدين نعم أيضا بالنتيجة أعتقد أننا فريق واحد لعبنا هذه المرحلة في الانتخابات وهنيئا لمنفاز وأبارك للجميع من كل الأحزاب وهارد لاك للخاسرين وأعتقد ما بها خسارة لأنهي هذه الديمقراطية يوم أنت تحصل على المقاعد وتكون الكتلة الأكبر ويوم أنت في الوسط ويوم أنت خاسر ترجمة نانسي قنقر